قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة أعلنت اعتزامها طرح عدد من الشركات الحكومية في البرصة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة أضاف مدبولي خلال مشاركته في جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص أضاف أن طرح هذه الأصول في البرصة يتيح فرص الاكتتاب أمام المواطنين والقطاع الخاص بهدف تحقيق أفضل عائد مادي لطرح هذه الأصول موضحا أن ما يحكم عملية طرح الشركات في البرصة هو ظروف سوق المال بصفة عامة كما أن الطرح يتم عن طريق دعم من بنوك استثمار متخصصة تقدم للدولة استشارات فنية حول اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح وأشار إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مصر السيادي وفقا للقانون هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة حيث تتبلور رؤية الصندوق في البدء التدريجي لنقل عدد من الأصول السابتة إلى ملكيته ترجمة نانسي قنقر